الفترة الأخيرة انتشر جدا على السوشيال ميديا مجموعة من الإعلانات المنتجات مختلفة بتساعد الشخص المدخن أنه يبطل تدخين والمنتجات دي بقى شوية منها يقولك أنها عشاب وشوية يقولك أنها أدوية ومش عارفين مصرحين بيها ولا لا أو غيرها وغيرها الفكرة بقى أنه التدخين نفسه بقى فيه حاجات كتير جدا عاملة حيرة وقلق للناس يعني مثلا فيه ناس بتقولك أنه التدخين اللي هو فكرته تسخين التبخ ضرر أخف من السجارة العادية وناس ثانية تقولك لا وناس ثالثة تقولك أنه الفيب أو الشيشة الإلكترونية ضررها أقل وهتساعد أنك تبطل سجار أسرع وتطلع ناس ثانية تقولك لا دا كل دا مش حقيقي وبين كل الكلام دا والناس اللي عايزة تسوق منتجاتها وبتحاول أنها تستغل رغبة بعض الناس في أنهما يبطلوا تدخين بيتوه بقى الشخص اللي بيحاول يعمل كده فعلا ويبقى مش عارف يعمل ايه أو يتصرف ازاي